اشتركوا في القناة من الدخول أو من اقتحام منشئة الخباز النفطية أكبر آبار النفط أو حقول النفط في كاركوك عموما بعد اشتباكات عنيفة دامت لمدة ساعتين بعد منتصف الليلة الماضية وقد تمكن مسلح التنظيم من احتجاز أكثر من 15 من موظفي هذا الحقل النفطي الذين كانوا يؤدون أعمالهم خلال المناوبة الليلية آخر الأخبار التي صدرت من وزارة البيشمرقة تفيد بأن قوات من البيشمرقة تمكنت من الوصول إلى البوابة الشمالية والجنوبية من هذا الحقل النفطي أو هذه المنشئة النفطية الكبيرة وهم يحاصرون الآن مسلحي التنظيم الذين فخخوا أغلب المباني والطرق الرئيسة داخل هذه المنشئة النفطية ولا يزال مصير الموظفين الذين احتجزهم التنظيم لحد الآن مجهولا على حد وصف قيادات في وزارة البيشمرقة الكردية التي أكد مصدر فيها للعربي قبل قليل بأن قوات البيشمرقة تمكنت من استعادة السيطرة بالكامل على قرية ملة عبدالله التي تقع على بعد 24 كيلو مترا إلى الغرب من مدينة كاركوك مركز محافظة كاركوك والتي كانت تحت سيطرة مسلحي تنظيم الدولة منذ ليلة الجمعة الماضية لكن هذا الهجوم الذي نفذته قوات البيشمرقة أسفر عن مقتل عدد من جنود البيشمرقة من بينهم قائد قوات الاسناد الثانية في قوات البيشمرقة وهو ضابط برتبة عميد نعم طارق أنتقل بك ربما إلى العاصمة بغداد حيث كانت هناك تفجيرات ما هي المواقع التي تم استهدافها وهل من حصيلة رسمية للضحايا نعم سفيان تفجيران تم الإعلان عنهما من قبل وزارة الداخلية الأول بعبوة ناسفة استهدفت دورية للجيش العراقي في منطقة الرضوانية التي تقع في جهة الجنوب الغربي من العاصمة أسفرت عن مقتل أحد الجنود وإصابة خمسة آخرين التفجير الآخر الذي استهدف أيضا دورية للشرطة العراقية في منطقة التاجي أوقع قتيلين من عناصر الشرطة وأصاب ثلاثة آخرين هذا لحد الآن ما تم الإعلان عنه لكن دعني أشير إلى اشتباكات عنيفة تدور الآن بين مسلحي تنظيم الدولة وبين وحدات من الفرقة السابعة التي تنتمي إلى قيادة عمليات الأنبار على الحدود الفاصلة بين مدينة الفلوجة والأنبار وتحديدا في القرى الزراعية التي تفصل بين المدينتين هذه الاشتباكات بدأت قبل أقل من ساعة وهي توصف بأنها اشتباكات عنيفة على حد وصف قيادة عمليات الأنبار نعم تارق سريعا ماذا عن الأحداث في الفلوجة يبدو أن هناك أيضا قصف من قبل الجيش العراقي وكان هناك ضحايا في صفوف المدنيين هل تأكدت من هذا الخبر؟ سوفيان تتعرض الفلوجة بين حين وآخر وبشكل متكرر لقصف بقذائف الهاون وهذه الاستهدافات المتكررة غالبا ما تصيب المدنيين الذين لم يتمكنوا من ترك هذه المدينة التي ما تزال تحت سيطرة مسلحي تنظيم الدولة منذ أكثر من عام مضى كما ذكرت الجيش دائما وفي بيانات رسمية ينفي مسؤوليته عن هذا القصف ويوجه أصابع الاتهام بشكل دائم إلى تنظيم الدولة الذي يقول بأنه يقف وراء هذا القصف الذي أوقع اليوم أربعة قتلى بين صفوف المدنيين وأكثر من تسعة آخرين من الجرحى كما أود الإشارة إلى أن مستشفى الفلوجة أصبح خاليا من الكوادر الطبية كما أنه يشكو من نقص وعجز تام في الإمدادات الطبية كما ذكرت بسبب الوضع الأمني الذي تعيشه هذه المدينة التي يسيطر عليها مسلحو تنظيم الدولة فيما تطوق وحدات من الجيش العراقي هذه المدينة من جهاتها الأربع وهو حصار خانق يمنع المدنيين من الخروج بسبب الاشتباكات اليومية على حد وصف وزارة الدفاع مع مسلحي تنظيم الدولة طارق ماهر من مغداد شكرا جزيلا لك